النهاردة بمناسبة الكرة بقى عندنا عيد ميلاد مين ها مين الشاي اللي عارف مين يقدر يقوله النهاردة مين عيد ميلاد مين في كرة القدم ها قول محمد صلاح خد جايزة البرنامج وق انت خد جايزة البرنامج خلاص كده الاجابة اهي محمد صلاح النهاردة محمد صلاح 30 سنة بناء ديله الصحة محمد صلاح حقيقي واحد من افضل ومن اقوى واعظم نجوم الكرة في تاريخ مصر الكروي ده نمرة واحد وقطعا صلاح هيبقى او بالادق هو حفر اسمه بحروف من نور في تاريخ الكرة على مستوى العالم وانا هنا بالمناسبة يعجبني اوي ايه بقى يعجبني حد زي ميدو 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 بتاعنا ميدو ايزا مالك ميدو ميدو جميل جدا انا بكلمك بجد بقى قولي ليه ميدو زي ما احنا عارفين لعيب كورة كبير شهيره بالمناسبة كان لعيب دولي وكان بلعب في نوادي كبيرة ويعني وليه اسمه وميد فل و14 اكتر حاجة حبها في ميدو اكتر من حرفانته انا حب ميدو علشان عدل وحقاني انا بكلمك بجد لما ميدو يقف ويقولك يا جماعة مصر ما جابتش في تاريخها لعيب زي صلاح والكلام ده قاله قبل كده يعني من فترة وكان ميدو ساعتها ضيف في برنامج فالمزيع الزميل بيقوله يعني ولا انت هميدو قاله ولا انا ولا حد من زميلي وإحنا كنا لعيبة كبار واحترفنا في نوادي كبيرة بس صلاح اجمد مننا كلنا اه مصر ما جابتش زي صلاح قاله يا دي الحقيقة عجبني بقى ميدو في الكلام ده لانه فعلا هو صلاح ربنا سبحانه وتعالى منحه موهبة ومخ نضيف هتيجي تقولي يعني اللعيبة لا ربنا برضو ما نحن موهبة مخ نضيف بس صلاح اكتر اداله حتة زيادة ربك بقى عاوز يديله حتة زيادة فالحتة الزيادة دي تخلي انه ربنا سبحانه وتعالى يسبب له الاسباب فيستغنى عنه المقاودين ويبقى عاوز يبيعون والاهلي والزمالك يقولوا لا مش هناخده لسه شوية بس كده وانا تزغطط لسه اخضر فيسافر ويتنقل من نادي للتاني للتالت فيبقى موجود في ليفر بول علشان يتقلق تقلق عالمي ويبقى واحد من اهم لعبة الكرة في العالم وطول الوقت لو تاخد بالك صلاح متطور مش بس متطور في تكنيك اللعب هو في تركيبته الشخصية صلاح متطور يعني اوعى تقولي ان صلاح اللي خرج من عندنا من مصر وسافر في السنة اللي سافر فيها هو هو صلاح بتاع النهاردة لا طبعا طريقة تفكيره تغيرت ونظرته للامور تغيرت واصبحت اكثر تطورا وما الى ذلك ده صلاح تاني صلاح الدولي بالصلاح المحلي مختلف لعبه مختلف تركيبته الشخصية اختلفت شغله على نفسه دائم وحثيث ومستمر واحد بيدرب مثل حقيقي للنجاح نجاح صلاح في الكرة يخليك لازم تفكر انك تنجح في الشغلانة اللي انت بتعملها ايا كانت تطلع مدير تصوير زي زميلي تطلع مخرج زي زميلي تطلع مزيع زي حلاتي تطلع دكتور زي فلان تطلع مهندس زي علان المهم انك انت تبقى صلاح بتاع الشغلانة لو انت مفكرتش انك تبقى صلاح بتاع شغلانتك مو صلاح مو صلاح الراجل الهندي اللي قابلته في لندن مو صلاح الله اللي قل له مصري يقول لي مو صلاح مو صلاح وبتاها فأولا ده بكلم بجد انا مش بهزر كان عاوز ييش قطب بلاش لمجرد ان انا مصري يبقى انا زي صلاح وطلعلي صورة صلاح وبتاع وبوسترات صلاح وحاجات زي كده وفانيلة صلاح وحاجة مذهلة جدا انتوش متخيلين صلاح ده بره بجد اعمل ازاي حاجة رهيب رهيب يعني فكل سنة هو طيب وحق بالمية سنة احنا عارفنا ايه عارفنا ان دكتور اشرف صبحي وزير الرياضة اتقدم بطلب لمجلس الوزراء وهنا بقى حلوة لمنح صلاح جواز سفر ديبلوماسي عشان يبقى سفير للرياضة المصرية دي بصراحة حلوة من دكتور اشرف حلوة وجديدة وانا يعجبني الشغل الحلو والجديد واقسني على الشغل الحلو والجديد حتى لو ممكن يبقى في حاجة مش عجبان مثلا حقي لكن دي حركة زكاية جدا وحلوة وفيها تقدير حقيقي لصلاح واتمنى اتمنى اتمنى ان مجلس الوزراء المصري يوافق على حاجة زي كده يعني تبقى حاجة حلوة بصراحة الولد يستحق الهداية دي في عيد ميلاده برافو صلاح والله ربنا يحفظك